السلام عليكم أساطير HD Action بطل فيلمنا يا أسطورة مقاتل من النخبة بيقاتل بشراسة رغم إنه أعمى وبتقع في طريق طفلة بتطلب منه ينتئم لأخوها اللي مات قدام عينيها وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع راجل أعمى اسمه يونج شايل على إيده طفلة اسمها الشياو والتنين بيبقوا مصابين بجروح في كل حتة بجسمهم وبيلفزوا آخر أنفسهم وعلشان نفهم حقيقة اللي حصل لهم بنرجع بالزمن فترة وبنعرف إن يونج شغال تبع الشرطة وبيروح لإحدى الحانات يسأل على أكتر من مجرم عندهم أواضي كتير جدا بس صاحب الحانب يستهزئ به بما إنه أعمى وبيقوله إنهم مش موجودين لكن يونج بيبقى مقاتل شارس جدا وبيقدر يتحكم في كل حواسه وبيعرف إن المجرمين موجودين في المكان وبيمسك ألا حد يغرزها في إيد صاحب الحانب منتهى الوحشية وبيشده من رقابته يقلبه قدامه وبيقسر رقابته ساعتها الهدوء بيعم على المكان وكل الناس بيجروا بسرعة إلا المجرمين اللي يونج جاي لهم بيطلعوا سيوفهم ومفكرين إنهم هيخلصوا عليه لكنه بيفجعهم بقوة جبارة ملهاش مسيل وبينقض عليهم بكل قوة وبيشرح أجسادهم بكل مهارة من غير محد يلمسوا حرفيا وبيقطع رقابتهم بكل سهولة وبنفهم بعد كده إن حياته كلها بيخلص على المجرمين الهاربين ولما بيخلص بيرجع بيته وبيفضل يشرب لحد ما ينام وفي يوم تاني بنشوف شياؤ وأخوها شكلهم مشرد جدا وبيجروا من عصابة شوارع ويشاء القدر إن العصابة تمسكهم قدام بيت يونج وبنلاحظ وقتها إن شياؤ عنيدة جدا وما بتخافش من العصابة وما فيش ثواني وبيخرج يونج يقول للعصابة يسيبوهم ويمشوا بس لما واحد فيهم بيستهزئ بيونج لإنه أعمى يونج بياخد السكينة من إيده وبيغرزها في رجله وبيضربوا بالرجل وبيطيروا فبيخافوا باقي أصحابه وبيطلعوا يجروا بعدها الشياؤ بتطلع تفاحة تديها اليونج وبتشكروا إنه أنقذهم بس يونج بيعملها الطريقة غريبة وبيقول لها تمشي وبيقفل في وشها الباب فبتضطر الشياؤ إنها تروح تسرق أكل من إحدى البيوت لكن واحدة من أهل البيت بتشوفها وبتطلع تدور عليها لحد ما بتلاقيها وبتحس إنها خايفة فبتطمنها وبتديها الأكل اللي هي عايزها وما فيش ثواني وبنلاقي زعيم عصابة خطير جداً اسمه جيو بيدخل هو ورجالته يكتفه أهل البيت وبيطلع تيوسفه وبيقطعهم لأشلاء تحت أنظار البنت اللي ما عاش يوه فبتغضب البنت جداً وبتمسك مقصه وبتحاول إنها تخلص عليه بس جيوبيا تفادى الضربة وبياخد المقص منها وبيطعنها بكل وحشية وبيخلص عليها ولما بيخلص بنلاقي جسمه كله بيترعش وما بيهداش غير لما المساعد بتاعه بيديله المهدق وهنا بنلاقي شيو مستخبية وراء أش وخايفة إنه يشوفها وبالفعل جيوبيحس بيها وبيقرب عليها علشان يطلعها فبترمي الأش عليه وبتطلع تجري فبيجري وراها المساعد لكنه بيخبط في يونجو وهو خارج من الباب وبيوقاه على الأرض بس بيقرر المساعد ما يتعرض لهش لما بيلاقيه أعمى وشارب كحول كتير جداً وبنروح مع يونجو وهو راجع للبيت وبيحس بوجود شيو عنده وبيشدها من إيديها علشان يطردها لكنه بيسمع صوت رجال جيو داخلين يدوروا عليها وبيجهز نفسه للقتال لكن جيو بينادي على رجالته لإنه لقى أخو شيو واقف برة وبينقض عليه وبيشيله على كتفه وبيركابوا الأحصنة علشان يهربوا وبيفضلوا معلقين أخو شيو في الحصان قدام عينيها لكنه بيتزحلق وبيقع على دماغه وبيدوسوا عليه بالأحصنة بموته من غير رحمة ساعتها شيو بتقف قدام أخوها والدموع مالي عنيها لإنها ما قدرتش إنها تحميه ومن وقتها الغل والقاسوة اتمكنوا منها وبتقرر إنها تنتئم منهم بأي طريقة وتاني يوم بتطلب من يونج إنه ينتئم لها من اللي موته أخوها مقابل إنها تدي له عنيها اللي اتنين وترجع له نظره لكن يونج بيرفض بطريقة غريبة وبيطرد شيو من البيت بعدها بيروح لمكتب الشرطة وبيتكلم مع الزابط اللي بيبقى محضر له مكان رجل ومراته عليهم أواضي كتير وبيعرفوا إنه هيبعات له حد يوصله بكرة لمكانهم وبيعرفوا كمان إن في بنت سابت سورة جيو وعرضت عينيها مكافأة مقابل رئابته فبيستفسر يونج عن جيو وبيعرف إنه من أشرس المقاتلين وعيلته من أكبر العائلات في الصين عشان كده محدش بيقدر عليه فبيتغاضى يونج عنه ساعتها وبيقرر يكمل مشواره الأول وبيرجع بالليل يجهز حاكته فبيلاقي شياو مستخبية في البيت وبتتحايل عليه خلص على جيو بس هو كالعادة بيعملها بطريقة وحشة وبيفتح الباب وبيرميها برا والتاني يونج بيروح مع الدليل اللي هيوصله للقرية اللي فيها المجرمين لكن في الطريق بيفقده السيطرة على الحصان والعربية بتتكسر وبيقع من فوق جبل عالي جدا لكن يونج بيقدر إنه يتعلق في الصخور وبيتصدم ساعتها لما بيلاقي شياو ماسكة في رجله لأنها كانت مستخبية معاه في العربية وبيقدروا اللي اتنين يطلعوا على القمة من تاني بفضل توجيهات شياو ليونج بعدها بيطلع يونج الخريطة بتاعة القارية وبيخلي شياو تساعده علشان يروحها وبيفضلوا ماشيين فترة طويلة في الغابة لحد الليل وبيولعوا نار وبيناموا جنبها بس شياو بتسمع صد ديب وبتترعب فبيقوم يونج يهديها وبيديها سكينة تمسكها وهي نيمة والتاني يونج بيقوم ويكملوا طريقهم وبيوصلوا للقارية وبيدخلوا سوق وهناك شياو بتشوف المجرم وبتشد يونج علشان تعرفه فبيروح يونج مع المجرم القارب اللي قاعد فيه هو ومراته وبيطلب منهم انهم يسلموا نفسهم لكن المجرم بيبقى عامل حسابه للحظة لي وبيمسك سيفه وبيهجم عليه في حين ان امرات المجرم بتهجم على شياو لكنها بتقدر تهرب منها بعدها يونج بيطلع للشياو يحميها وبيطلق العنان لقدراته الخارقة في القتال ومحدش فيهم بيقدر عليه لدرجة انه بيلبس المجرم الشبكة وبيرميه في البحر وبيوقع امراته وبيغرس سكينة في رقابتها وما بتعديش ثواني وبيخرج المجرم من البحر وبينقض عليه برمح لكن يونج بيتصدل ضربيته وبيوقع الرمح منه وبمجرد ما بيحس بالغدر من ناحيته بيجهي السيفه وبيجري عليه قطع لرقابته بعدها بتتصدم شياو لما يونج بيقول لها انه مش عاوز يشوفها تاني وبيركب العربية مع الدليل وبيسيبها لوحدها وبيمشي بس بيتصدم لما بيرجع بيته وبيلاقيها سبقته لكنها فقد الوعي بسبب عض التعبان فبيسخن سكينة وبيحطها مكان العضة وبيسيبها ترتاح وبيعدي يوم في التاني وشياو فقد الوعي وفجأة بتحصل المعجزة وبيتفوق شياو لوحدها فبيجيب لها يونج أكل وبيقعد يتكلم معاها وبيعرف منها انها عاوزة تنتئم لأخوها لكن بيرفض يساعدها وبيقول لها لو عايزة تقعد معاه يبقى تشيل فكرة الانتقام دي من دماغها خالص وبمجرد ما بتوافق بيقطع لها شعرها وبيرمي في النار ودي عادة صينية قديمة بيعملوها الناس لما بيتجنبوا أي مصيبة ومن وقتها بتبقى المساعدة بتاعته وبتروح معاه كل مهماته وبتساعده في الأبضى على المجرمين ومع كل مهمة بيبان ان شياوها تبقى خليفة يونج في المستقبل وفي يوم بيبقوا ماشيين في الشارع بالليل وبيحس يونج بعصابة محاصرين محل واحد ومكتفين مراته وعياله وما بيبقاش عاوز يتدخل لكن شياو بتجري منه وبتدخل بالراحة من باب المحل وبتخرج ابن الراجل من الباب ساعتها بيضطر يونج يفتح الباب وبيقرب عليه واحد من العصابة وفجأة بيمسك دماغه وبيكسر خشب على دماغه وبيتحول على باقي العصابة وبيقضي عليهم بكل سهولة ومن بعدهم بيجي الكبير بتاعهم واللي بيبقى مقاتل من أشرس ما يكون وبيدور بينهم قتال أسطوري وبيقدموا ملحمة حقيقية في القتال بالسيوف لحد ما بيغضب يونج جدا وبيبدأ يضرابه ضربات مميتة بمهارات الكنوافول خاصة وساعتها اللمبة بتتكسر والمكان بيضلم ساعتها بنلاقي الزعيم مطلع سفين مولعين نار وبينقض على يونج لكنه بيقدر يبعد من ضرباته كلها بمهارة وسرعة كبيرة بس للأسف الزعيم بيستغل خوف يونج على شياو وبيهجم عليها بالسف لكن يونج بيلحقها على آخر لحظة وبياخد الضربة مكانها وهنا بيقدر الزعيم إنه يهرب منه بعد كده شياو بترجع مع يونج للبيت وبيتدويله الجرح اللي في ظهره وبتفضل تعمله أكل علشان صحيته تتحسن ورغم إنه زعلان منها علشان ما سمعتش كلامه إلا إنه بياخد الأكل وبيسألها عن أهلها وهم بيأكلوا فبتعرفوا شياو إن أبوها وأمها ماتوا وهم بيهربوا من عصابة ومن بعدها أخوها ماتوا قدام عينيها بعدها بتحطيله مطهر على الجرح وبتتصدب من كتر العلامات اللي بظهره فبيعرفها إنه كان مقاتل في الجيش الصيني زمان وما كانش حد بيقدر يقف في طريقه لحد ما فقد عينه واعتزل وفي الليل بيروح يونج الواحد صاحبه بيطلب منه يدور على شغل لشياو وبالفعل بيعرفه إن مصنع النبيز محتاج ناس تشتغل تاخد خريطة فيها مكان واحد من المجرمين بالعافية بس بتتصدم بعدها لما بتشوف مساعد جيو معادي قدامها فبتروح وراء الحد القوضة اللي بيدخلها وبتبص من الباب بتلاقي جيو ورجالته موجودين فيها وساعتها بيشوفها جيو بينادي عليها وبيفرجها على رجالته وهم بيتباروا مع بعض وبيخليها تراهن على واحد منهم وأول ما بيحس إنها هتكسب الرهان بيقوم بنفسه يمسك اللي الشياو رهنت عليه وبيكسر فازة على دماغه وبياخد حتة يطعنوا بيها بكل وحشية لحد ما بيخلص عليه وبيبصلها بعدها باستهزاء علشان يفهمها إنها مش هتقدر تنتقم منه بعد كده بترجع البيت تلاقي يونج مستنيها وبياخدها يتكلم معاها وبيعرفها إنه جاب لها شغل في مصنع النبيز وبياخدها من إيديها بالعافية يركبها العربية رغم إنها بتبقى رفضة تبعد عنه وفي نفس اليوم بالليل بنلاقي المجرم اللي هرب من يونج قاعد مع الزعيم بتاعه وبيتكلموا عن المكافأة اللي هيدفعها تجيو مقابل القبض على شياو بس فجأة بيسمعوا صوت وبيلاقوا شياو جاي لحد عندهم فبيجروا وراها الحد ما بيحوطوها من كل مكان بس بيتصدموا قبل ما بيقربوا منها إن معاها قنابل وألعاب نارية وبتقوم شياو مولعة نار وبتهددهم إنها هتفجر المكان وبتفضل تتحرك بينهم علشان تهرب لكن المجرم بينقض عليها وبيمسكها في اللحظة دي يونج بيتدخل وبينقذها ولما بيسمع صوت البرود بيولع بياخدها وبينطوا من الشباك والقنبلة بتولع في المكان بالعصابة بعدها بياخدها يقعدوا في مطعم وبيعرف منها إنها كانت عاوزة تسلم نفسها للعصابة اللي هتوصلها لجيو لإنها قبلته في الحانة وما قدرتش تنتقم منه وبتطلب منه يعلمها القتال علشان تبقى زيه وساعتها هترجع حقها بنفسها فبيديها يونج ساعتها ريشة ألم وبيوريها إزاي تستخدمها بسرعة كبيرة وبيقول لها إنها لو أتقنت المهرة دي هتقدر إنها تموت أي حد بسهولة ومن وقتها بتتعلق شيو بالريشة وبتفضل تتضرب عليها في كل الأوقات لدرجة إنها بتحرك إيديها وهي نايمة وبتطلع بين الناس تتضرب عليهم داغر إنها بتستغل إن يونج نايم وبتحاول إنها تجربها عليه لكنه بيتفادى كل ضرباتها وبياخد منها الريشة بسهولة فبتحس شيو ساعتها باليأس لإنها لسه ما تمكنتش منها لكن يونج بيقوموا بيديها الريشة وبيعرفها إنه حتطلها سكينة جواها علشان تتضرب عليها وتخليها معاها طول الوقت لحد ما تيجي اللحظة اللي تستخدمها فيها والتاني يونج بياخدها على سطبل الأحصنة بتاعت صاحبه فبتفرح بيهم جداً وبتقرب نحيتهم بس صاحب يونج بيشوفها وبيزعق لها لإنه فاكرها حرمية لكنها بتتعصب من كلامه وبتطلع الريشة بسرعة رهيبة وبتلون على رقابته بالحبر وبتقوله إنه سهل عليها إنها تخلص عليه في اللحظة دي يونج بيعرف صاحبه إن دي شياو اللي كلمه عنها وبعدين بيصفر للحصن بتاعه وبيفضل يلعب معاه وبيعرفه كمان على شياو وبياخدها معاه وبيفضله يجرب الحصان وبتبقى شياو في كامل سعادتها وبالليل بياخدها القرية بتاعته اللي كان عايش فيها واللي سابها بعد ما امراته وبنته ماته لما كان في الجيش ومن وقتها اعتزل وساب الخدمة وبيعرفها إنه بيتمنى يسيب مساعدة الشرطة وييجي يقضي اللي باقي من حياته هنا أما في اليوم اللي بعده فبينلاقي شياو نايمة لوحدها في البيت وبتلاقي مساعد جيو وزعيم العصابة اللي القنبلة اتفجرت فيهم بيهجموا على البيت وبيكتفوها لكن مفيش ثواني وبيوصل يونج البيت ومرة واحدة بيطلع سيفه وبيضرب الزعيم بالرجل بيطيره وبيدخل في قتال شارس جدا مع المساعد ورغم مهارة المساعد المميتة إلا إن يونج بيستخدم حواسه كلها بشكل دقيق وبيقدر يتوقع حركات المساعد وبيصيبه بكام جرح لحد ما بيمسكه وبيفضل يضرب فيه بكل قويته وبيرميه على الأرض غير أنف دمه ساعتها بيقوم الزعيم من تاني يكتف شياو وبيهدب يونج إنه هيخلص عليها لكن يونج بيضرب برجله السيف اللي على الأرض بيغيزه بطن المساعد وبيضرب الزعيم يخليه يبعد عن شياو وبيزحف قدامه على الأرض وهنا بيشد سيفه وبيقرب منه يخلص عليه وبيقول لي شياو إن الانتقام لازم يروح ضحياته ناس ما لهمش علاقة باللي حصل فبتبكي شياو وبتقتنع بكلامه وبتخليه سيبه بعدها يونج بيروح لصاحبه علشان يجهز له حد يوديه على القرية بتاعته وبيعرفه إنه هيعتزل شغله ومن تاني يونج بالفعل صاحبه بياخد قوافل وبيطلع معاه علشان يوصله وبعد مسافة طويلة من الماشي والليل بيدخل عليهم بيقعدوا يستريحوا بس بيتصدم يونج لما بيصحى وما بيلاقيش شياو جنبه وبيقوم يدور عليها زي المجنون وبيعرف من صاحبه إنها قالت له إنها هترجع تنتئم لأخوها فبياخد واحد معاه يوصله لحد مكان الحصان بتاعه وبيطلع على ظهره وبيكمل طريقه لوحده في حين إن جوبي ولع في جثة المساعد ويعينه كلها شر وبيقرر إنه ياخد 300 مقاتل ويروح وراي يخلص عليه بعدها بيطلع قطه علشان ياخد علاج الأعصاب وبيحس إن في حد مستخبي وبيتصدم لما بيقرب منه إنها شياو وبتهجم عليه بالسلاح اللي في الريشة وعاوزة ترشاقها في عينه لكن جيو رجالته بيمسكوها وبيضربوها وكان جيو لسه هيخنقها لكن ينجي بيقتحم المكان وبيخلص على رجال جيو وبيروح يطمن على شياو وبيتصدم إن جيو أكلها سم ومش فضل لها كتير على الحياة فبياخدها وبيوعدها إنه هيلحقها وبيطلع سيفه وبيطلع يقابل التلتميت مقاتل وبيبدأ يقطع فيهم واحد وراء الثاني ومحدش قادر يلمسه من سرعته الجبارة وبيقدر يخلص عليهم كلهم بس بيلاقي أفواج من المقاتلين محوطينه بعدها وشياو السم بيأثر فيها وبتفقد الوعي فبيقرر يشيلها على ظهره ويقاتل بيها الجنود وبالفعل بيعلن عن أشرس مجزارة عينك هتشوفها يا أسطورة ضربات مميتة وقوة مهولة واللي بيلمس سيفه وبيكون فارق الحياة وبيقدر إنه يقضي عليهم كلهم أما دلوقتي فبييجي دور القتال المميت بين يونج وجيو واللي بنشوف جيو فيه بيستغل إن يونج أعمى وبيعمل صوت بالسيف في مكان وبيهجم عليه من الاتجاه التاني بس كل ده الحد مشاوه بتفوق وبتقوله على مكان جيو وقتها بيحدد مكانه وبيمسك سيفه ويغرزه في رقابته بكل قويته وبيحدفه على نار وبيولع فيه وفي النهاية يونج بياخد شياو يوصلها عند باب بيت صاحبه علشان يعالجها من السم لكن للأسف هو اللي بيموت وهي بالإيديه وبعدها الشاو بتتعالج وبتقرر إنها تروح تعيش في البيت بتاعه علشان تكمل مسيرته لإنها حاسة إنه مات لكن روحه هتفضل جنبها وبكده بينتهي في الميناء يا أسطورة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومين علشان توصل لك كل ملخصات HD Action